خلوني أرحب وبشدة بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر زكى مولانا عمل إيه؟ بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم اللهم أمين مولانا أنا كنت بقول حتى في بداية الفقرة كنت أتصور وأتوقع مستوى أكبر بكتير من النزاهة والاستقامة وأن البني آدم يبقى ماشي يعدل فكانت مفاجأة بالنسبة لي مدوية بل هي صارخة إلى أبعد الحدود لكن هنا هسأل هذا التزوير كيف ينظر إليه الإسلام؟ كيف ينظر إليه الفقهاء؟ هل مجرم؟ هل معاقب؟ بسم الله الرحمن الرحيم بادئ زيبيد دعني بس في سطر واحد قبل أن أجيبك أود أن أشكر الهيئة الوطنية النووية لتوليد الكهرباء على ندوة بليوبيل الزهبي لانتصارات 6 أكتوبر العشر من رمضان شرفته أنا حضرت في الضبعة مع الأستاذ الدكتور أمجد الوكيل ومع اللواء يسين صيام وكان احتفالا يعني يبعث على الفخر والاعتزاس اللغة الصيام ضه حبيبي وبعتبر أخوي كبير فأنا بحب حب غير طبيع أما دكتور أمجد فهو علم عظيم وجليل يعني أنا شرفته في الخميس والجمعة كنت هناك ربنا يبارك في جهود الجميع وكان حفلا رائعا يا بغتك مولي السم بارك الله فيك لعلي كلنا نصب آخر وكن في معيتك احنا أنتقل إلى ما تفضلت بطرحيه من سؤال عن جريمة التزوير في التشريع الإسلامي أولا سأقرر شيئا قد يبدو غريبا على الآزان أو على المدارك أو الأفهام إذا استقرأت القرآن الكريم كله 6236 آية في 114 صورة في 30 جزءا لن تجد جريمة مقترنة بجريمة الأوسان إلا التزوير أنا قلت لك أنا أعلم أنه دي موضوع خطير طيب اللي بتقوله مولانا مفاجئ بالنسبالي أكرر وأؤكد إما نحلل أو نقرأ أو نتتبع آيات القرآن الكريم 6236 آية كريمة التزوير مقترنة بعبادة الأوسان شوفوا ربنا يقول في صورة الحج فاشتنبوا الريكساء من الأوثان واجتنبوا قول الزور يعني عبادة الأوسان ركس يعني نجاسة بالتعبير الدارج وعطف عليها إيه في السياق قول الزور إذن في بشاعة وفضاعة في التزوير إنه جا مخترن بعبادة الأوثان من دون الله عز وجل ولا توجد جريمة مقترنة بعبادة الأوسان في كتاب الله إلا هذه الجريمة الآية لمن يريد أن يقرأها وأن يتعرف على تفسيرها في صورة الحج فاشتنبوا الريكساء من الأوثان واجتنبوا قول الزور تعالى بقى نروح لألصاح البخاري قبل أن يدهمنا الوقت روية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسادتنا الصحابة رضي الله عنه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الكبيرة ما فيها وعيد أو عقوبة دنيوية شديدة دي الزنوب الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين خلاص وذكر هنا جريمتين الشرك بالله والإعز بالله عقوق الوالدين وكان متكئا يعني الرسول كان متكئا فاعتدل قال وقول الزور وقول الزور وقول الزور فما زال يرددها حتى قلنا ليته سكت طبعا إشفقا عليه ومن هنا قال الفقهاء استنباطا من الآية الكريمة فاجتنبوا الركسة من الأوثاني واجتنبوا قول الزور ألا أنبئكم بأكبر الكبائر وطبعا جريمة قول الزور قال تفقد الإنسان المتسبك والمباشر والمعين والراضي والداعي والساعي دي اسمها جريمة مزدوجة زي جريمة إيه؟ الربا لعن الله الربا حقاكله وموكله وشاهديه زي جريمة أنا أتكلم عن إزدوجية العقوبة جريمة شرب الخمر لعن الله الخمر صانعها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه كذلك عقوبة التزوير من حرد ورضيا وساعدا وباشرا وتسبب هم في الإثم بثاء سواء وقلت لك جريمة التزوير أيا كانت بتفقد الإنسان في الفقه الإسلام اسمه إيه بقى العدالة يعني الأصل في الإنسان إذا كان مستقيم الحال بنسميه عدل يعني له العدالة فإذا بدر منه أو ارتكب جريمة التزوير فقد هذه العدالة وبالتالي سقطت شهادته واختلت مرؤته واستحق العقوبة التعزيرية بواسطة طبعا القضاء الرادعة لأن التزوير يتجافى مع أولا الإيمان مع الإسلام مع التدين مع اعتبار أمن المجتمع فمن هنا نقول جريمة التزوير أيا كانت البواعس أو لقدر الله المبررات جريمة منكرة يجب التصدي لها بحزم للراضي والساعي والداعي والمتسبب والمباشر نجى الله تعالى البلاد والعباد لأنه قلت لك في السطر الأخير جريمة التزوير بتفقد الإنسان عدالته ترجمة نانسي قنقر